موسيقى صباح الخير تلف حشيشة الكيف وتلف الامتحانات الرسمية وهيدي مثل هديك 148 ألف مسابقة بسلة المهملات وأشهر التحضيرات وساعات الامتحانات وتوتر الطلاب وواحد زائد واحد بساوى اثنان وازاي تخيل ناقص والكسلان مثل الشاطر أما غريب ومحفوظ فبعض المصرين على مقاطعة التصحيح وهيئة التنسيق مربكة وخسرة جولة والوزير الصعب يا طيبة القلب وينك وببرنامج الهوات ليكل دفان الكل ناجح وعشرة على عشرة صباح الخير من جديد خرج الإرهاب من عرسال لتظهر صورة المدينة يلي دفعت فتورة عن كل الوطن معادة عرسال تحتاج إلى سق براءة بالوطنية بعد ما قدمت أبناءها فداء الحرمان والإهمال والحدود المشرعة تركوا المدينة الحدودية ضحية الإرهاب الآتي من بعيد بيبقى السؤال هل ستعود الدولة إلى عرسال من خلال الإنماء المتوازن والخطط والتعويض للمتضررين أم رح يبقى الشعار السائد بعيد عن العين بعيد عن القلب وقع الحال بعرسال بتقرير للزميلة مايفرحة ترجمة نانسي قنقر شو جيت والله العظيم وصلت من هونيك دوارت برجات ما إليال بتطلع شي لا دا ولا إجت لعننا ولا حدا إجل عنا وقعدين بالطرون قعدين شي عند أختي شي عند خي لحطني ألبلك أمور نونا نعرفين شو بدنا نعمل معارك ما أنا فيها نحنا ما أنا زام فيها هربنا نحنا رحنا عادنا بشحية بعدنا نشتغل ونقصة للعالم حق المصر للبيت بعد كل حق وداي زلعيم يمطاقب إذا أنت عندك هدا الشغل شو بتعمله شو بدي يعمل متل ما نك شايفت هجاجنا من بيوت ما بنعرف لاش ولد برسيل تافها لأنهم حاموا العالم وطعموها وصاقوها حاكي ما فيني يحكي لأنهم في جرح كبير بقلبها بس هالضيعة لي ما لها حادي ضيعة ما فيها حادي يعني بس وقعت البيوت وقعت بيتنا من عمر 30 واحد بديل أكيد فضى الجيش لكن فضى مين هن الوحيدين اللي الدمروا مثلنا هن الجيش محطة بنزين معايش منها عيلتين جينا لقينها رجمة حجار معنويا نروح يشوفي الأطفال كيف بعد اللي هلأ متخبية ما عم تسترجي تطلع لبرة تسمع في التايشة ما عم تخاف لولاد شو رجمة حجار شو رأينا عرسيل يعني الولاد الرعبت يا عمي رعبت ريف يلد ميت بالأرض أخي جدتوا جلطة حوى بمستشفى الريان دمرونا يخربونا بيتنا الله يوفقه لم يصطفق بعد أهالي عرسيل من هول الصدمة بيوت احترقت ناس اتشردت وأرزاء ضاعت إنما الدولة استفائت لوضع القوانين أبرز وجود سند ملكية هو شرط أساسي للتعويض على أبناء عرسيل ونسيت الدولة إن غابت عشرات السنين عن هالبلدة فأصبحت معظم أراضي عرسيل أرض مشاع بيوت مضال عملنا مع الطريق ليك ما عملنا هونيك عملنا وبيقولوا هلا بدوا نقول تكونوا الأرض باسمك لحتى نية تعوض عليك الدولة أنا ما بيجيب لوراء باسمي الأرض لش الدولة ما بتعرف إنه هو الأرض كله ما حدا بي اسمه الأرض بدي صرخ شي بيبكة أنا صار لي عشر سنين أركود وعمر وبيجي بعش في دايما بلاقي باي كل أهل عرسيل هاي نحنا ورثانين الأعظم نجدودنا يومنا ما معنى لا وراء ولا معنى شي اعتفعنا التمنحني وهلا أهلاكي هلا بلاشوا يقولوا لنا ما بيعطوا ما بيعطوا نحنا شو منسوي لك الشعب بيقولها هو اللي بيروح فيه يعني عرسيل ما أمه وأبوها إلا دولة الرئيس سعد الحريرة وإذا ما نرون نسجل أهو الأرض ونعمل سند ملكية بدنا نعمل حصل قيرس بيروح الحصل القيرس خمس سنين ما بيطلع بي اسمه العقار الواحي مش قدرين نصلح أنا كان في عندي نطف الطارش هنا نصرق الطرشات أنا ما فيه أشتيون أنا كنت عايش مورا أعلم مورا هالطرشات أنا إلي جمعة جاية عبيتي ما نقدرون ركب أزاز كل العالم ما هي قدرون تصلح وقالوا أنه بدي يجي يمسحوا الأضرار وكشفوا وكذا قالوا خلال 48 ساعة صار أنا بول مير 68 ساعة وبعدنا نطرين لا تقف مأساة الأرسليين عند حدود الحجر فالبيوت والأجزاء لم تكن وحدة ثمن بل فقدت عرسال عدد من أطفالها والمدنيين الأبرياء بمعرك لا تمط بصلة بها البلدة يلي حافظت على وطنيتها وبقيت حتى الرمق الأخير تناجد دولة الوقوف إلى جانبها كما خسرته عنده أربع أطفال أولادي كلهم كانوا في السعودية السنة لأيجوا كلهم لا خسرنا أولاد خسرنا أطفال شو استفدنا هذه فلسة أكبادنا بعدنا هلأ منا مصدقين اللي صارين نحن نزلين مهربين أولاد ووجد قزيفة فينا موعين أولا فهمنا شو اللي صار يعني بعدنا تحت صدمة كبيرة والله أكبر منه ما حدني بيرضع لنا نفسه ولا لعدو يعني هلما العيشة اللي كان بيأرسال مؤامرة كانت كبيرة من المنظام السوري هو اللي رسم اللي هو وحزب الله وروحنا ضحية أهل أرسال والجيش اللي بناني يعني هو الناس الفلتاني دفعاتنا تمن كبير يعني مولادنا نظلموا هذه اللي راحة طبعا أرسال كان مخطط لها مخطط كتير كبير خططها دي داعش اللي أنا بتأديري إنهم كلهم مخابرات سورية كلهم أفرج عنهم بشار الأسد وكلفهم بها الأسد وقال للثورة السورية اللي نحنا وقفين معها ما لا مصلحة أنا تجي يعني تفوت على أرسال بهذا الشكل العشوائي والهمجي ابن عرسال بالتحديد اللي مشى مع هاي المشروع الحقير المجري بنطالب ومن ناشد دولتنا أن هتحط له أكبر حبل مشنقة عند الدولة هيدا لبنان بناني ومنعتز فيه وإنه الشرق وعما نعمل الوساطة أنا عندي شباب متعلمين أما عمل الوساطة لدقلهم مع الجيش لبنان شوفوا نحن عهان ببك الحجر نحن دفعنا ثمن وهل لمن كان الجيش السوري يحتل لبنان مين كان يقوم يرفع الصوت ويقول له أنا لبناني كان العرسال يطلع عهاني يدق أجر وهيك بالأرض ويقول له أنا لبنان وأنا الجندي لبناني نتابع حلقتنا ومن واقع عرسال إلى الشواطئ العامية اللي صارت إلى زوال فعلى طول خليج جوني وصولا إلى ترابلوس أصبحت الشواطئ العامة معدودة ليبقى المواطن اللبناني ضحية غلاء المنتجعة السياحية الخاصة تقرير من شواطئ ترابلوس ما تابعوا سوا نادرا ما نجد منفذ لشواطئ بلدنا إلا إذا دفعنا مبالغ طائلة للدخول فبالرغم أن الشواطئ الشعبية على طول الساحل اللبناني تكاد تكون معدودة إلا أن المنتجعات السياحية الخاصة قضت عليها فقانون حق الدخول المجاني والحر إلى الشواطئ لجميع المواطنين بيت مادة منسية هذا الشواطئ بالصخر كله ما بيجي على إلا الفئير الغني ما بيجي بعضهم الشواطئ الثاني بمصاري وما معنى أمكاني يعني روح نحن بنجي لهون أنه مبلاش نحن بنجي على شرط الشعبة لكي نفرح وننبسط ما بقدر استعجر شليه وقعد أنا وأهلي يعني ما في أحلى من بحر السرابس ندفع خمسة ألف ومنيأخذ أكلتنا ونشربتنا مصاري ما فيه والحمد لله تدفع لخمسين دولار وبدوني أو شو محاب تجي لعون ببلاش خلص هذي خطة مية طليل بالشهر مرة أو بالسنة مرة بروح ندفع بمفوت شو بنعمل بلجمع مرتين منيجي منتصبح ومنقضينا ثلاثة أربع ساعات ومنرجع ع بيوتنا أمام هالواقع الشواطئ الشعبية بترابلوس كما كل الشواطئ اللبنينية مهددة بالانقراض وليس أمام المواطن المحبط أصلا إلا التمتع بشواطئ ملوثة غير نظيفة ومهملة من البلديات والدولة فيصبح أمام خيارين أو دفع مبالغ طائلة أو السباحة مع مياه الصرف الصحة العباء علينا كتير كبير وينما كان اقتصاديا سياحيا وينما كان عم بيصير العباء كبير معظم المجارية هي موجهة على الشواطئ الشعبية هذي بيكون كان ضرب للبيئة والمواطن بنفس الوقت ووسخ كتير وما في تنظيفات وكل ما بعضي كل ما صارت الماء أحلى وأنظف وأرتب يعني اللي بيصبح بحر الجزيري ما كتير بيحب الفلاجات نازم يكون في ترابلس يكون فيه فلاجات للشعب الفقير اللي ما فيه مثل المونة الباني تعمل الجبل ونحن الناشد المسؤولين أنه يزبطونا هالبحر وصارت المحلات عم بيغضوها عم بيستغلوها كلياتها مقاهي الحلقة بتكفي والجولة بتكفي وفقرة أكتر بنتروها كلمة اليوم الأخبار اللي بيتمسى بها الوجوه الحلوية صدقاً إذا كان متشائم بيتفاقى الخير المرأة هي كل شيء بالكون لو لا هي ما بيكون الرجل ولا الأبن ولا الأخت ولا الأمها ولا الحبيبي قالت له نسيتني قالها أنا ما يوم أفكاري سلوكي لكن صعب عديارك سلوكي الطريق ما يسالك بأي وقت يعني وإذا الجيران عني سلوكي وليلون بيعبد رمش عيني والإهداب الله ألوي سيدنا النبي كان يقول وصيكم بالنساء خيراً ما أكرمهم إلا كريم وما أهانهم إلا لئيم أه فالمرأة استحق التكريم لحدود القداسة ماشى أه قلت له وساعته لمرتي أه لا حبات مرة والزواجت مرة بس الله أكرمني فيه وبولاده عندي 12 وليد لأنه ما قدرت تجيب أكتر منها بس اسأليني عن هاولولاد يا سيدتي منهم ثلاثة اثنين بيحملوا دكتوراه بالأنون نعم عندي ثلاثة بمجال الطب نعم عندي فاطمة صيدلينية خمس بنات حملت إجازات مختلفة قلت لهي قلت لهي وساعة منكي الهوها وانقصرت أحبوا إلي من الدنيا وما فيها اللي بيزعج المرة حتى لو بنظرة هاك بيستفزه كيف أنا بشوفه مسالة المجتمع المرأة والأمه والأمه مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيبة الأعراق فأنتو كيف أنا بشوفكو أنتو كل شي بالمجتمع والله ما عم باله والله ما عم باله قلتلك أنا عندي خمس شباب إذا لزم الأمر فيني عيط حدا منه بس عبنت من بناتي يستحيل يستحيل ويوميا بيكونوا عندي بالبات بعرسان وقت اللي بدون يطلعوا بيحملهم أولادهم أخصم بالله وبقطع لهم الطريق بس طبعا بطريقة مهزة بيه وبفتح له باب السيارة للصهر كيف لك؟ المرأة هي الأكسجين لكل مجتمع وبكل مكان وبكل زمان كلمة اليوم المرأة بالنسبة لإلي هي الأكسجين وتحياتي لمدير المستقبل لأنه أحسن الاختيار لما كلفكم بهاك مهمة لما أنا سعيدون تحياتي لإلي اشتركوا في القناة